التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي التقى وزير الدفاع الكيمي أدنباري دوالي والوفد المرافق له والذي يزوره مصر حاليا أكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري التي تربط القوات المسلحة المصرية والكيمية في العديد من المجالات التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد أدنباري دوالي وزير دفاع جمهورية كينيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفة الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكري والأمني بين البلدين كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على القارة الأفريقية وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري التي تربط القوات المسلحة المصرية والكينية في العديد من المجالات فيما أشهد وزير الدفاع الكيني بالجهود المصرية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية معربا عن تطلع بلاده لمزيد من التنسيق والتعاون بما يلبي المصالح المشتركة لكل البلدين حضر اللقاء الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين